ازمات متلاحقة شهدتها ليبيا في العام الفين واثنين وعشرين ابرزها فشل اجراء الانتخابات انتخابات عامة كان يفترض ان تكون جزءا من حل الازمة السياسية والامنية التي تعيشها البلد منذ سنوات لكنها تحولت الى ازمة متصاعدة بين اطراف الصراع الليبي تسببت في انقسام حاد ولد الى جانب حكومة عبد الحميد البيبا في طرابلس حكومة موازية برئاسة فتح بشاغة مقرها في سيرت وكلاهما تتنزعان الشرعية خلافة انتهت الى اجتباكات مسلحة خلفت قتل وجرحة بعد هدوء نسبي جراء اتفاق سياسي لم يصمت طويلا اذ جاءت ضمن سياق ارتفاع منصوب التوتر داخليا وخارجيا تدخل المجتمع الدولي في الازمة الليبية لم يرتقي في سنة 2022 الى مستوى هذه الازمة ولا الى مستوى اهمية ليبيا الجيوستراتيجية واهميتها الاقتصادية ولا حتى لدور ليبيا الفاعل معطيات دفعت المجتمع الدولي الى ارسال مبعوثها الجديد عبداللبتيل بعد مخاذ عسير لتولي مهامه رسميا في ليبيا ليبدأ مشاورات مع الفرقاء السياسيين لم تؤتي ثمارها في حل الازمة ملف النفطي لم يكن بمن انعن المشهد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا فجرت خلافا بين ليبيا واليونان وصل حد القطيعة بين البلدين وما تزال حلقته مستمرة واذا اتفاقم الاوضاع الداخلية تزداد معاناة الليبيين تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الصعبة ليختتم العام باعادة فتح ملف لكرب الشائك الذي اثار جدلا ومخاوفة في الاوسط الليبية يحل العام الجديد 2023 على ليبيا مثقلا بمخلفة ازمات سياسية وامنية واقتصادية تراكمت فصولها لترسم معالم جديدة لدولة ما يزال فرقاؤها يختلفون على مبدأ اي ليبيا نريد عبد الناصر خالد العربي ترابلس